كثير من المشاريع أصحابها مثابرون ومواظبون لذلك وصلوا بنك جرامين أو بنك جرامين بنك الفقراء أول بنك للفقراء الذي كان يمول المشاريع الصغيرة أول فكرة تمويل المشاريع الصغيرة قام به رجل مسلم يسمى محمد يونس رجل من بنقلاتش درس الاقتصاد في أمريكا وعاد أستاذ في الجامعة يدرس دكتور في الجامعة فكان كل يوم يذهب للجامعة يمر على قرى فقيرة فكان يتأمل في حال الناس وفقرين فألموا هذا الأمر قصته طويلة أنا سأذكر الشاهد منها حتى نصل موضوع مثابرة أراد أن يساعد هؤلاء الفقراء فوجد امرأة عجوز تبيع كراسي خشب فسألها كم تكسبين قالت اثنين سنت يعني أقل من دولار مثل ما نقول هلالتين بالنسبة للريال شيء بسيط جدا وجد أن المكسب الأكبر يروح للتاجر هؤلاء الفقراء التجاري سفيدوا منهم يعطونهم مال فيعملوا يأخذون الربحة الأكثر وهي ما يكون عندها المبلغ بسيط فأراد أن يدعم هؤلاء ذهب لمدير الجامعة فقال نريد أن ندعمهم رفض مدير الجامعة أحاول فيه مرة مرتين رفض ثم قال إذا أردت دعم روح البنوك يمكن يقتنعون بالفكرة راح للمدير أحد البنوك رفض من الذي سيقرض هؤلاء الفقراء يعني مشروع فاشل من بدايته فقراء كيف رجعون المال فاقترض على حسابه الشخصي ثم أصبح هو يمولهم وكسبوا من هذا التمويل الذي أعطاهم ورجع المال وسدد البنك ثم بعد ذلك بدأت في ذهني فكرة إنشاء بنك للفقراء وإنشاء بنك في عام 1983 بنك الفقراء وهو مستمر إلى اليوم هذا البنك الآن يخدم في أكثر من 46 ألف قرية في بنك لاديش ما شاء الله تمويله وصل إلى الآن تقريبا 5 مليار التمويل الذي يعطاه للناس في كل سنة يمول تقريبا 3 ملايين شخص هذا المشروع فاد الناس في دنياهم هذا نتيجة مثابرة وموالب بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم